أنا أعتبر أنني فاعل سياسيا وليس مهتمل من بعيد وهذه فرصة لكي أقول وأعترف أمامكم بأنني كفاعل تصرفت أحيانا مع الآخر بعنف ورفضت الآخر ورفضت حتى الاستماع أحيانا للآخر وكان هدفي الساحة الجامعية التي رأيت فيها في مراحل متعددة من حياتي فيها رفض الاعتراف رفض الاختلاف ثقافة التنميذ ولهذا كان هناك دائما أجيال هي التي تحكم مرة الإسلاميين يديروا قانونهم يمشيوا يجيوا اليساريين يديروا قانونهم إلى آخر ويفرضونه بالقوة أحيانا والآخر الدكاليرا حاضر معي لبعض اللحظات ولكن تنقول علش ما كانش عندنا الوعي في اللحظة قمنا بأشياء مهمة ولكن لماذا في تلك اللحظة بالضبط لم يكن لنا درجات الوعي بأن أحيانا ما كنا نقوم به في جزء منه كان فيها رفضا للاختلاف ورفضا للاعتراف بالآخر الاختلاف معناه أن أنطلق من أن فكرة الآخر يمكن أن تكون صائبة أنا يا ساري أستمع إلى خطاب شخص من اليمين يمكن على الأقل أن يكون في جزء من خطابه شيء ما مهم بما أنه يميني وأنا طبعته بهذه السماء فإنني أغلق نهائيا أستمع نظريا لما يقول ولكنني في الداخل أضع جدارا بيني وبين ما يقول ما الذي يجري؟ نجتمع ونتصفق على النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثادثة والثابعة والثامنة والثاسعة ونختلف في العاشرة عندما نختلف في العاشرة نعود إلى نقطة البدء نعود إلى الأولى لا نستطيع أن نستثمر أحد الأشياء المتفق عليها المشتركة التسعة فأعكس لكم من معاناة أو من تجربة ذاتية هذا الهواجيس قبل أن أبدأ الموضوع حركة الإسلامية غير الكثير من المعطيات فانتقلنا من معادلة كما قلت تنائية إلى معادلة ثلاثية لا يمكن أن نعتبر بأن التمييز الأساسي هو ما بين يمين ويصار في المغرب للأسباب التالية أولا وجود حركة تماهي متبادل بين الأحزان إدنتيفيكاتون متويلة لأن تتماهى بينها وبعدها البعض كل حزب لا شعوره فيه واحدة العشق حزب من عائلة أخرى أو للعائلة الأخرى هو بين الشعارات الممارسة وبين النشأ والانتداد هو لم نحقق بعد انتقال ديمقراطية في تناول بين المشاريع المجتمعية ليس هناك حرية لإعلان المواقف الحقيقية دائما في السياسة في المغرب هناك شيء مضمار إذن نحن في المغرب نتطور في اتجاهات سير المتبادل نتطور في نظري بالرغم من أننا أمام عائلات سياسية كوبرا ثلاث ولم تعد عائلتين فقط نحن على العموم ننتقل من الأحزاب إلى الحزب ننتقل من الأحزاب إلى الحزب ننتقل من الأحزاب المختلفة في مشاريعها في توجهاتها في أفكارها في طرق ممارسة وفي هيكلها إلى الحزب الوحيد بأسماء متعددة والقاسم المشترك في نظري هو أن فكرة السيادة الملكية لها إغراء شيء فشيء تنخر وشيء فشيء تكتسح مساحات داخل عقلية مختلف الحزبيين من مختلف المدارس السابقة هذه العملية للتبادل التأثير تجعلني أتوقف مثلاً عند الأحزاب الإدارية لأقول بأن جزءاً منها على الأقل يحاول أن يتوفر على حد أدنى من الهيكان مثلاً في الماضي كنت تمشي في مدينة كتلقى المقارة الاتحاد للشراكة القوات الشعبية وحزو التقلال كتلقى لا مقارة تجمع الوطن الأحرار وفي الوقت اللي هناك تجمع الوطن الأحرار والاتحاد للشراكة هو اللي في الحكومة واللي عنده أغلبية والآخرين فهناك مجهود في الهيكانة في تدقيق الهيكان طبعاً